جزاكم الله خير وأحسن إليكم ما حكم من أفطر يوما من أيام رمضان عن دل الشهوة ثم ندنا على ذلك ماذا عليه علما بأنه لا يستطيع الصيان وشهرين ومتتارين وهل له أن يتصدق مكان الإطعام كل ما استطاع لذلك جزاكم الله خير وهل لا بد من الإطعام أو تكفي النقود بنية الكفارة إذا أفطر في مهار رمضان من غير عذر متعمدا فإن كان يفطاره بلاكل والشر فإنه وكفي منه أن يتوب لله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره وليس عليه كفارة أما إذا كان إفطاره برجنا فإن عليه القضاء وعليه التوبة وعليه الكفارة المغلة وهي عدق رقبة فإن لم يجد فإنه يسوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينة على هذا الترتيب لا ينتقل إلى خصله إلا بعد عجزه عن الخصلة التي قبلها وأما الخاج النقود الكفارة فإنه لا يجد لأن الله جل وعلا نص على الإطعام لا